اعطيت وصفات و الناس لا يسمعوني قلت بسيطة قلت القمح منبت في القروب الفيتامين ب اللي قلنا هذا القروب الفيتامين ب هو الميزان ديال الدهنيات اللي ليدام عدوا البشرة جافة يزيدوا ييدام لعدوا ميد دمات تنقص اليدام بمعنى اللي عدوا الشعر ميد دم ياخد راشيم القمح الراشيم القمح توقف تساقط شعر و توقف تساقط الشعر و تحت الشعر باش ينود لقد قلت بسيطة و تعدوا دور مهم في المنع هذا حتى الزغبة القمح منبت توقف تحت الشعر ينود الشعر لحواجب الشفار و الضفار ياكلوه و مقوي و المعالقة اللي لانية فاصمة المعدة و في العجب و عامر بالأليار يبقوا دي ما ياكلوه ما تقريب المعيار ديال الأكل دياله را عطيناها ساهلة حفلة و لا غير سمعي يرقدوا حفنة هذيك الحفنة اللي غيرقدوها را غا تكتر هتخرج كمية بزد كمية كبيرة قلنا مع القاة صغيرة قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل العشاء هادو الناس اللي عاديين ولا اللي تتالي غلاط شوية يكم هكاك ولا يتقوه يكم تقوك نيين و راه بين نيين هكو كفري راه الديد هو الديد أصلا قلنا مع القاة صغيرة قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل الناس من ابتاء القانون تي يقول لك اي حاجة من ابتاء مع القاة صغيرة ستسوى عشرات مع القاة إدا هاد الناس اللي غييييخدو ربعاد المع القصوهر ربحال اللي خدوه 40 مع القاة نفس القانون را قلنا على ملاذي باركينسان هادو الناس اللي عندهم مراد ال باركينسان قلنا يخدوه 450 جرام ديال الفول يومياً هي الجرعة ديال ولي خسو ياخد الفول يكون عادي الفول بقشوره هادك كارم هل يرطبوه تينبت هلو نينين ينبتوه غاي ياخد غير خمسة وربعين جرام بلاسة 450 جرام بمعنى هادك نقصناها قسمناها على عشرة على عشرة مع القص غير ورا هادك ترهست منبتتها تسوى عشرة المعالق ديال الزرع اللي نبتوه قبل الفطور قبل الغداء وقبل العشرة مع القص غير هاد القمح منبت قبل الفطور قبل الغداء قبل العشرة قبل النعاس فيه الكفاية وفيه العجاب العجاب فيه حالة ما إلا كانت شخص ضعيف بزاف وحنا تنعرفوا موالين سرطان رات يدوبوا هاد الناس مازالي قدروا ياخدوه معلقة كبيرة ربعاد المعالق رابحالي خد ربعين معلقة كبيرة رات يصحح وعطي يجهدو كل شيء نرجعو الناس ديال الشعار اللي قلت تتقود غير القمح منبت القمح منبت لا 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 نزيدهم قلنا القمح منبت شي بس ما كين خودوا الزعتر الزعتر صالح بزاف الزعتر طري ولا يابس يابس ولا طري بحال بحال سمعتيني ياخدو الزعتر قاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاك بالنعاس يشربوه الزعتر قلنا رخم احنا كنا تنعرفو المزايد الزعتر تنعرفو خاصة المعداء والآداء ولكن نيرا ما ننسوش الناس اللي فيهم ضيقها اللي عندو مشكل ديال ريا كيف ما بغي يكون هاد المشكل ممسارطة ريا الزعتر ممتاز الزعتر قاسي ستنافرو ديالك سكسويل منشط جنسي ما نسوش يعني ادخط مرتفع دكتور اللي عندو مسكاري ماشي مشكل ياخدو الزعتر لا ماشي مشكل ياخدو الزعتر بالنسبة للزعتر اذا قلنا قبل الفطور قبل النهضاء قبل العشاك اذا عدنا الزعتر ونمؤرقين بزاف الانواع الزعتر ماكينش زعتر واحد عدنا بشنكونوا مفاهمين الزعتر يشربوه ولا شطي حاجي يخوه ودير اكتموه على الجلدة الزعتر تعطينا لون زوين الشعرة هذا اللون بني ممتاز قلنا الزعتر قلنا عاوتاني زيدوكم شي بس ماكين زيدو الريحان اللي هو الاس الريحان را قلنا قبل الريحان القرآن را هو الحبق والريحان ديالنا اللي نسميه الريحان را هو الاس شجرة الحبق ما عدو علاقة بالريحان الحبق عشبة هو المذكور في القرآن اللي تسمى في القرآن الريحان واما الريحان ديالناره هو الاس هي شجرة راكي الفرق بينتهم ياخدو الريحان يتبخوه الناس اللي عدوهم القبط ما يشربوهش ولكن اللي عاديين او عدوهم إسهال يشربوه ممتاز قاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاق بالنعاس غينفعهم فتساقط الشعر شاط شي حاجي يخوه هدير اكتموه للجلدة بمعنى خلطوا شوية ديال تبخوه بزيان اللي غتشربوه بلا ما تبخوه بزيان ما يكونش مركز ولكن اللي غتديروه لشعركم او الجلدة تبخوه يكون على شكل مركز خوي غير ذاك المع للجلدة وما صيبها وخليه تلغد وخسل شعرك رادرتي دايجة دوافع عال هاتش بنتي لعطي تغي الأكل موضعيا مكينتها حاجات اعطيت موضعيا ديالك انا عطيك ميتة البصيد خودوا هاد الزعتر وخودوا الريحان تبختوه بزيان على شكل مركز نزيدو دايما نركبوه وصفه نركبوه باش او موان نفعوهم شوية خوف ميكسر هزو داك القمح اللي نبتو لو خوف ميكسر تحنو كل شي واركو على البوطنة كل شي غيتتحن صفيو لابد العيالتي يصفيو من داك شرفة خوف لابد عصروا غينزل لكم صافي خودوا داك الماء شقو بي شعركم حزمو باتوا بي تلغد ها هي وصفة فعالة وممتازة ايقاف تساق وتشعر عدكم القشرة اقلنا قبل خودوا مري وتخودوا خل تفاح تحنوهم صفيهم ديروا للجلدة احنا حيدنا القشرة وخلينا الزغبات ستبارك وقتنا جعلين في الجلدة سؤال خر سؤال خر